يا صباح الخير على كل مشاهدي شفكة انتين نايل لايف نهارك سعيد يوم سعيد ان شاء الله على كل اللي بيتابعونا ويوم سعيد على مصر كلها لسه في احداث كتيرة جدا بتحصل في الشارع المصري بنحاول نتابعها معيك ولحظة بلحظة بنحاول نفسرها نحللها بس المعلمات المؤكدة اكيد لسه مش عندنا صباح الخير عليكم صباح الخير يا اشف صباح الخير يا اشف صباح الخير صباح خير مشاهدينا وبصبح على ماي واشف صباح الخير يا اشف في صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاقل مصر كل يوم بيحصل فيها جديد من اهم الاحداث سريعا كده مختصرا هو طبعا اللجنة الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية طلعت انبارح وقالت بيان بخصوص ايه التفاصيل الخاصة بمرشح رئاسة الجمهورية وفيه خبر تاني مهم جدا وهو سحب السفير المصري من سوريا والعكس صحيح برضو هو سحب السفير السوري من مصر تحية للشعب السوري ربنا يعني يقف جنبكو ويتمنى الهدوء للشعب السوري نتمنى اكيد واكيد حيبقى عندنا كلام او يعني تقطيع عن هذا الموضوع بخير فكرة الصحافة واللي حيكون فيها ومنورنا الاستاذ الصحفي احمد سامي متولي وهو الصحفي بالمصر اليوم في فكرة خاصة عن الاحداث الجارية بقى عموما في مواضيع كتيرة جدا حصلت في الصحف عن اترحى واحدة واحدة كده هنحاول ناخد فيها رأي استاذ اسامة سلامة رئيس تحرير مجلة روزة اليوسف من ضمن الفقرات المتنوعة في نهارك سعيد عندنا اه فيلم اللي كسب فيه جائزة مهرجان يوسف شهين وهو فيلم اسمه اه اسمه انا اسر انا اسر وهو هضيفنا هيكون المخرج الخاص بالفيلم وهو رامي رزق الله هيكون مشرفنا هنعرف تفاصيل عن الفيلم وخصوصا ان الفيلم مجحائز على جائزة تمثيل واخراج وتصوير وديكور ومزيكة يعني اعتقد ان الفيلم مهم فيش جائزة تلعك من تحت يده يعني اه ما زين نشوف الفيلم ده اخباره ايه عندنا ايه تاني؟ بعد الثورة كان فيه كلام كتير جدا عن الاموال المملوكة للدولة والاموال المملوكة للأفراد وممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد وعشان كده هيكون معانا فقرة خاصة جدا هي مش بس مهمة للمكادر بتتكلم عنه وهو اصر الطهرة هل اصر الطهرة حيرجع لأسرة محمد علي لان الطهرة هو اسم الملكة فريدة وعشان كده تسمى اصر الطهرة هل ممكن فعلا يرجع لأسرة محمد علي ولا كما كان مخطط ان هو يفضل من ممتلكات الدولة وكان كما قيل في فترة الفترات ان هو كان بيجهز انه يكون هو قصر الرئاسة الجديد واللي تحكم منه مصر مع برضو اللي كان بيقال كمخطط لان جمال مبارك يكون هو الرئيس الجديد لمصر هنعرف اكتر ده من خلال مش اي حد مش بقى المحامي ومش حد من برة لكن هنعرف ده من خلال حفيد شقيق الملكة فريدة وهو سيف زلفقار حفيد شريف زلفقار اخو الملكة فريدة شخصيا هنعرف بقى منه كل حاجة بالتفاصيل هنعرف ليناش معنى اصر الطهرة اني فيه اصور تبع الاسرة الملكة كتير جدا في مصر شمعنى ده بالتحديد هو في قضية مرفوعة حاليا هل القضية دي مرفوعة من قبل الثورة ولا بعد الثورة حضرتك بقى ايه تتوغل مع الحفيد في هذا الموضوع سريعا اه نروح لفاصل ونبتدي مع زميل شريف وفقرة الصحافة والصحفي الاستاذ احمد سامي متولي بجريدة الاهرام نهاركو دايما زي الفل دايما دايما وابدا